اشتركوا في القناة هنتكلم على كبائن رش الدهنات وبكده يبقى احنا بنقفل الباب الخاص برش الدهنات وهذا الباب يمثل تقريبا 50% من المادة بتاعتنا كنا خدنا طبعا في السابق لو نفتكر خدنا مسدس الهواء الساخن وخدنا مسدس الرش الغير هوائي وخدنا مسدس الرش التوافقي وخدنا مسدس الرش الالكتروستاتيكي خدنا كل الجزء السابق ده الخاص بباب الرش للدهنات النهاردة بنستكمله بكبائن الرش طبعا عدد كبير مننا لو شاف قبل كده اسلوب لرش دهان السيارات مثلا بالدوكو في الشارع طبعا لو افتكرنا ان مثلا الراجل بتاع الدوكو ده وهو واقف بيرش العربية اللي هو بيدهنها قامت فجأة يعني ريح شديدة قومت التراب اللي في الشارع وهو بيرش طبعا الرش بتاعته بازت ولازم يعمل لها عملية ازالة بسرعة وتنعيم ويعد رشها ايه من تاني لذلك ابتدعوا كبائن الرش ابتدعوا ايه كبائن الرش كبائن الرش ليها حاجات كتيرة جدا 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 بتساعد في الحفاظ على الحاجة اللي بيتم دهنا وايضا بتساعد في الحفاظ على صحة العامل طبعا زمان كانت كبائن الرش احيانا تبقى غرفة مبنية احيانا بتبقى غرفة من الصاج دلوقتي وصلوا لمرحلة حلوة جدا انه هو بدل كبائن الرش اللي هو بيرش فيها دوكو دي او بيرش فيها دهنات هو مش عايز يتعرض فيها للهوى بدل ما يعمل كبائن الرش تكلفه مبلغ كبير جدا جدا بقى بيعمل حاجة بيعمل خيمة من البلاستيك الخيمة دي بيركبها على شاسيهات معدنية وفيها اقضاء من جوة وبيتركب في جزء منها شفطات وهذه الخيمة يقدر انه هو في مكان مفتوح يعني يحط الخيمة دي ويبتدي انه هو يرش جواه احنا النهاردة بقى هنتكلم على كل انواع كبائن الرش تقريبا اللي موجودة ولابد ان احنا يعني يكون مجهزين بقى ورق وقلم كده ويعني مركزين كويس قوي عشان نقدر ان احنا نتابع الدرس ده كويس كبائن رش الدهنات زي ماحنا شايفين في الصورة كده دي كبينة رش معدنية العامل قدامنا اهو حاطة المجرولة بتاعته وواقف ولابس السيفتي بتاعه ولو لاحظنا هنلاقي ان في فوق شفطات بتسحب الزيادة من اللي هو بيرشه عشان تحد من خطورة الرش على تنفس العامل طبعا من اهم يعني الوظائف بتاع كبينة الرش انها بتحافظ على المجرولة من التأثيرات الجوي والاتربة واختلاف درجات الحرار لانه خدوا بالكوا في البلاد الباردة الدهما بينشافش كويس لذلك في كبين رش بيبقى فاتة كيف يديني درجة عشرين درجة مقوية اتنين وعشرين درجة مقوية خمسة وعشرين درجة اللي هو يعني يديني الجو الطبيعي اللي يقدر في القطع ان هي تنشف تجفيا ده مختلف عن الافران اللي هو انا بدخل قطع الفرن عشان اعراضها لدرجة حرارة مثلا تبدأ من تسعين درجة مقوية لغاية مئتين تلتمية درجة مقوية حسب نوع الدهان اللي انا بدهنه برضو بتحافظ على صحة العامل تطرد الابخاء والموذبات بعيد عن جهاز التنفسي وبرضو بتحافظ على جودة وسيولة الدهان عشان يخرج بأعلى جودة ممكنة مبقاش عليه تراب او خشن نوعا ما زي ما احنا شايفين كده العامل اهو لابس السيفتي بتاعه كمامة اللي هو العفريتة البلاستيك اللي هو لابسها دي يعني يقدر ان هو يلقيها بعد الاستخدام تمام؟ استعملها مرة اثنين تلاتة ويرميها طبعا شايفين طبعا اسلوب الرش ازاي الكمينة دي مزودة بحاجتين الكمينة دي مزودة بي يعني طبقة للدهان الطبقة دي بتتشال بتتسلخ زي الاستيكر كده الدهان بيترش وبيتشال عشان يتفضل الكمينة نظيفة من ايه؟ من جوه حتى الازاز ومزودة ب فلتر ارضي بينزل عليه الدهان على مية معالجة يعني مية مجاري معالجتها يعني عشان برضو نحافظ على ارضية الكبينة من تراكم الايه؟ الدهان طيب الملحقات الخاصة بكبينة الرش طبعا اجهزة الرش نفسها مسدس الرش الكمبروسر بتاع الرش سواء كان هوائي او غير هوائي او جهاز رش توفقي او الالكتروستاتيك اوتوماتيك او نص اوتوماتيك طبعا انواع كبين الرش المختلفة كتيرة قوي ومتعددة عندي اول نوع فيهم كبينة الرش العادية اللي احنا شفناها فوق دي ما كانتش عادية كبينة الرش العادية تشبه الاوضة العادية جدا طبعا الساعة بتاعتها وحجمها بيختلف طبعا لحجم المشغولة اللي بيتم رشها فيها يعني ممكن تكون سغيرة جدا قد الكرتونة او قد صندوق وممكن تكون كبيرة جدا بتشلعها بها نقل طبعا بيتم الرش فيها بطريقة يدوية وممكن بيتم الرش من مواسير يعني مجهزة لكده طب مكوناتها تعمل من الصاج مفتوحة من الوجهة الامامية زي الصورة الاولانية اللي احنا شفناها خالص بعضها ممكن نقفله ونفتحه فيها شفاط لسحب الابخرة والمذيبات اللي نتجع عن عملية الرش فيها مدخانة زي ما شفنا كده برضو لاستقبال الابخرة وترضاها على ارتفاعات عالية بعيدة عن تنفس العامل لانها طبعا هذه ما اخذناش السفتي ده ممكن العامل ده يصب امراض صدرية بعض كمان الرش قاعد على الارض على طول وبعض مرتفع عن الارض بمقدار من 70-90 سنتي دي لو كانت صغيرة والعامل واقف خارجها طريقة تشغيل الكامينة العادية فيه كامينة عادية فيها قرص دوار يعني فيها قرص كده مدوار بيلف حواليه نفسه العامل ممكن يحط عليه الحتة اللي هو بيرشها ويقف في مواجهتها من الجهة الامامية للكابينة ويشغل مروحة الشفت ويفتح اجهزة الرش اللي هو بيرش بيها الدهان ويبتدي يلف القرصة لحسب المكان اللي هو عايز يرش فيه يعني لو بيرش تلاجة رش جنب منها يزوء القرصة برجليه تلف يرش الجنب التاني وهكذا لغاية ما يخلص الاربع جهات بتاعتها وممكن تكون القرصة اوتوماتيك او نص اوتوماتيك يعني بيدوس على زرار كده فالبتلف معاه القرصة حسب ما هو عايز طيب مميزات كبينة الرش العادية انها بتحافظ طبعا على صحة العامل بتسحب الابخرة والموذيبات عن طريق الشفطات اللي موجودة فيها وعملات الصيانة بتاعتها بسيطة يقدر العامل انه هو يقوم بيها بنفسه دون ما يكون في حاجة لمتخصصين او فنيين للصيان عيوبها الابخرة النتيجة عنها بتطلع لطبقات الجو وده بيخليها من ملوسات البيئة لا تصلح الا للرش العادي ولا تصلح للرش في درجات الحرارة البردة يعني بلد سقعة كده زي شمال اوروبا دلوقتي ما ينفعش ان نستخدم كبينة رش عادية فيها لابد تبقى كبينة رش مكيفة مش فرن حراري مكيفة يعني بتديني درجة حرارة درجة حرارة القوضة العادية 20-25 درجة مقوي طبعا السيانة بتاعتها اني برش الكبينة من جوة ببوية او بدهان قابل للسلخ البوية دي او الدهان ده بيعمل غشاء كده رقيق على سطح الكبينة بيتلقى كل رزاز البوية اللي هي تم رشها ويعني اللي هي ايه مش عايزين نقول ان هي يعني عايزين نقول الفضلات بتاعت الدهان اللي تبقى على السطح بتخلي شكل الكبينة من جوة وحش فلما بنخلص ونرش فيها كذا رشة نقدر ان احنا ننزع الغشاء ده عند التساخه كاملا وبعض الناس بيغلفوا جسم الكبينة من جوة بورق ألمونيوم لنفس الغرن طب تعالوا نشوف كده ادي اهو بصوا بصوا كبينة نوقف كده هنا هنا الكبينة متوسخة بالالوان اللي ترشد بيها السيارات او ترشد بيها المجرولات داخل الايه المكان تمام طبعا الناس كلها تفتكر ان ده ستيكر ملزوق ورجل بيقطع الاستيكر ده لا ده مش ستيكر ده دهان تعالوا نبص كده اهو دهان قابل للسلخ اسمها دهانات قابلة للايه للسلخ معمولة مخصوص للأماكن اللي هي فيها مواد كيميائية المواد اماكن اللي فيها دهان المعامل اهو راجل بينزع كل طبقة الدهان المدهونة وترجع الكبينة جديدة زي ما كانت بس طبعا هو مش هيسيبها كده للابد ان هو يرشها تاني بطبقة من هذا الدهان بعد مشاله كبينة كأنها لسه جاي من المصنع حتى حوالين الفتحات الازاز نفسه بيبقى عليه طبقة اهو بدأ ان هو هو جاب اللاتيكس اهو اهو بدأ ان هو يرش الكبينة بدهان تاني زي اللي هو شاله شاله عشان يحافظ على النظفة الكبينة حتى الازاز بيرشه ده دهان قابل للسلخ دهان قابل للايه للسلخ ان هو يتم نزعه كل ما يتسخ بيتشال وبيتنزع كأنه ستيكر ملزوء على السطح برضو من اساليب صيانة الكبينة الرش العادية ان احنا بنعملها عملية تشحيم وتزييد لكل الاجزاء المتحركة يعني لو فيه قرص دوار في الكبينة القرص اللي انا بحط عليه المجغولة وبيبتدي ان انا يعني ارش وهو يتسخيص اولف اسناء الرش فيعني بعمل عملية تزييد وتشحيم للاجزاء المتحركة للقرصة اللي هو رمان بلي بتاع اللفة بتاعتها برضو بعمل سيانة دورية للوصلات الكهربية في الكبينة والاضاءة ومراوح الشفط واي جزء تالف لابد ان انا ازيله لو ان عدم الكفاءة بتاعته نيجي بقى لكبينة الرش اللي هي يعني لما جم حبه ان هم يحدسوا كبينة الرش العادية عملوا كبينة الرش ذات الفلترات المصة طيب كبينة الرش ذات الفلترات المصة دي عبارة عن ايه كبينة الرش ذات الفلترات المصة دي كبينة رش يعني موفرة جدا للدهان كبينة الرش ذات الفلترات المصة فيها فلترات الفلترات دي وراها شفطات قوية الشفطات القوية دي بتسحب الأبخرة والموزيبات اللي هي بتبقى داخلة بنسبة 80% في تركيب الدهان يعني عايز أقول لكم حاجة إن إحنا لو بيروش عربية دوكو 20% من الدهان هو اللي أزق فيها و80% كان تنر أو موزيبات طارت فطبعا دي حاجة بتزود تكلفة الدهان طب الناس فكرت قال لي طب إحنا عايزين يعني نرجع الحاجات دي اللي بتطير في الهوى دي قدينة بنقل من الملوسات اللي هي بتلوس الجو وفي نفس الوقت بنعيد استخدامها تاني أو بنعيد تدورها واستخدامها تاني فبنقلل من التكلفة فعملوا كبائن الرش ذات الفلترات المصة كبينة الرش ذات الفلترات المصة مكوناتها إيه مكونات كبينة الرش ذات الفلترات المصة جسم طبعا من الصاج من كافة الجهات مزود بفلترات مصة وهنشوف فلترات المصة دي ايه بتمص الأبخرة عبارة ألواح مسامية متعددة الطبقات بتحجز الشوائب والأتربة وأي حاجات تانية ومش بتسمح إلا بمرور الأبخرة والمزيبات فقط خلف الفلترات دي في مراوح شفط قوية جدا أو عدة مراوح بتسحب الأبخرة وتحولها لجهاز بيعيد تكسفها تاني من بخار إلى سائل ويمكن أن تستخدم مرة أخرى يعني ادي لو قلنا أن دي الكابينة الكابينة دي فيها فلتر هنا بينتص السوائل تاني وينزلها تحت ويعاد استخدامها أو يمتصها ويترودها بس طبعا هو إعادة الاستخدام هو اللي بيتم فيه كبين ادي قدامنا الفلترات المصة هي ده الجزء اللي بتحط فيه الفلتر ودي الفلتر اللي بتحط جواه اللي بتغير كل شوية الخروم بتاعته مختلفة الخروم بتاعته مختلفة زي ما احنا شايفين كده ده بيتحط جواه ده وهنشوف بقى المادة عبارة عن إيه اللي هي بيتمتص يعني هو ادي هو ظهر الكبينة بصوا اهي وتحتيها شمك حديد اللي وراه الشفطات اللي بتسحب الموذيبات وتعيد من جديد تكسفها واستخدام شوف بقى الماتيريال او الخامة اهي اللي بتبقى موجودة داخل الفلترات المصة اللي موجودة في ظهر الكبين اهي ايه بقى مميزاتك بنت الرش ذات الفلترات المصة اول حاجة بتحافظ على صحة العامل بتسحب الابخرة والموذيبات النتجة عن عملية الرش عن طريق شفطات قوية توفر حوالي 80% من الموذيبات المتطيرة او المسحوبة بالشفطات ومتنقية بالفلاتر يعني حتى الفلاتر دي بتاخد اللون وبتنزل لي تاني الموذيبات يعني تكاد تكون بنفس لونها يعني اللي هي حاطناه بي على الدهان بنوفر ده بيوفر لي حوالي 30% من قيمة 8 الدهان لان الموذيبات بتخش الموذيبات غالية قوي يعني او مش غالية او نظرا لان احنا بنستخدمها بكمية كبيرة فبيبقى سعرها حوالي 30% من قيمة 8 الدهان بتحفظ لي على البيئة لعدم خروج الموذيبات لطبقات الجو وتلويس البيئة العامل زي ما احنا شوفنا كده في الفيديو اللي فات يقدر يغير الفلاتر بنفسه دون ما يجي له حد من شركة عشان يمسك الفلاتر وينظفها ويغسلها ويحط مكانها جديد لا العامل هو عامل فني وبيقدر يغير الفلاتر بتاعة الكبائن راش زياد الفلترات المصة بنفسه عايزين نقول ان فيه كبائن راش زياد فلترات مصة مزودة بتكيف حراري يعني هي هي نفس الكبائنة بس مزودة بتكيف حراري عليها تكيف سخن تكيف السخن ده زي ما قلنا قبل كده بيديني درجة حرارة من عشرين لخمسة وعشرين لتلاتين حسب نوع الدهان بيحتاج درجة حرارة قد ايه وده بيبقى في البلاد الباردة زي الدول الاوروبية او شمال اوروبا بالذات اللي بيندل فيها تلج اي كبائنة راش زياد فلترات مصة عادية هيستخدم فيها الدهان الدهان مش هيجف لان نسبة السقعة اللي موجودة ما بتساعدش على الجفاف فلذلك بيبقى فيه يعني تكييف حراري تكييف ده بيساعد الدهان ان هو يجف طيب كبائنة الراش زيادة تكييف الحراري فلترات المصة تكييف الحراري هي هي كبائنة راش زيادة فلترات المصة بس كل الزيادة اللي عليها انها مزودة بتكيف يعني في مصر هنا هتلاقيها مش مزودة بتكيف فأي دولة من الدول البرد أو الساعة هتلاقيها مزودة بإيه بتكيف خاصة في فصل الشتاء نيجي بقى لكابنت الرش الآلي للمسطحات كابنت الرش الآلي للمسطحات دي كابينة كده يعني معمولة عشان يدهم بيها الضرف والأبواب والشبابيك الحاجات اللي هي المسطحة اللي هي زي ألواح الكونتر والكلام ده طيب هي تشبه إيه لما بروح نشتري عيش بلدي من الفرن مش بيلاقي الفرن ده عبارة عن سير كده أو جنزير الجنزير ده بيتحط عليه من ناحية العيش عجيم وفيه حرارة بيطلع من ناحية التانية العيش مستوي هي حاجة تشبه كده الفرن الآلي ده اللي هو أبو سير بيحطوا القطع اللي هم عايزين يدهنوها من ناحية تطلع من الناحية التانية مدهونة تعالوا يعني ناخد المعلومات بقى إيه الكاملة بتاعتها كبينة الرش الآلي لمسطحات بتستخدم طبعا الأسطح المستوية ده أبواب التلاجات ورش المشغولات اللي هي بيتم فكها بتتحول لأسطح مستوية هنشوف هنا شكل الكبينة أهم شايلين أهم جزء مسطح أو باب مسطح حطوه على السير كبينة هي طبعا السير بدأ يشتغل أول بقى ما الشباك اللي هو بيدهن ده يخش الرشاشات أو المسدسات الرش اشتغلت أول ما دخل أوتوماتيك كده يبتدي بقى الرش ينزل المسدس ده ما بيرشش دلوقتي المسدس ده هو اللي بيرش لكن هو بيتحرك بس الورده بيتحرك بس طب ده بيرش ليه وده ما بيرشش ليه تعالوا نقول لكم ده بيرش ليه وده ما بيرشش ليه ده مزود كل واحد فيه مزود بخلية كهردوئية عارف كده لما تيجي توقف قدام الأسانسير وتلاقي إيه الأسانسير راح فاتح أوتوماتيك لوحد تمام ده بسبب ان فيه خلية كهردوئية الخلية دي أول ما جسمك قطع الخلية كهردوئية راح باب الأسانسير أو باب الفندو أو الباب راح مفتوح إيه لوحده انت روحت داخل لجوه الخلية كهردوئية متصلة بنقطة في الأرض انت كنت قطعها بجسمك فدخلت النقطة تصلت تاني فالباب راح إيه مقفول طبعا الناس تقولك وإيه ده؟ افتح يا سمسم ووقف اليا سمسم أنا باجي أدخل بالباب الباب وماجيك سحر يعني الباب بيتفتح لوحده لا دي الخلية كهردوئية ودي برضو اللي بتستخدم في تأمين المصاعر الأسانسيرات لما تكون انت في أسانسير الأسانسير ما ديهش باب داخلي فانت تقرب شوية كده من الجزء بتاع باب الأسانسير هتبص كده تلاقي فيه تحت علامة حمرة كده وتحتيها حاجة تانية هو دي خلية كهردوئية لو انت قطعتها بجسمك الأسانسير بيقف طيب نكمل الفيديو بتاعنا دي كابنت الرش الآلي للمسطحات بترش للأبواب والشبابيك والأبواب التلاجات والأجزاء المسطحة كلها سواء كانت خشبية طبعا لازم لازم أقول لكم ان هذه الكابينة ايضا ممكن تكون شغلة بالنظام الرش الالكتروستاتيك اللي احنا شرحناها قبل كده وممكن تكون شغلة بالنظام الرش عادي وبالتالي بيكون المكان جوه مدهون بطبق الدهان قابلة للسلخ عشان لما يتسخ باللون نقدر ان احنا نعمل ايه نشيل الدهان اللي جوه وترجع الكابينة جديدة اول بصه شفتوا اللي جرى شفتوا الحتة دي حتة دي مهمة قوي اول بصه اهي تاني تاني اول ما الباب هيطلع برا وقفت اوتوماتيك بصه القطعة وقفت اهيه ما حستش ان فيه حاجة تحتيها الخليل القطرة وراحت رايح حركنا على جانب وطلعت القطعة مدهونة من الناحية التاني طبعا القطعة دخلت مكان تاني طبعا دخلت مكان في يعني درجة حرار معينة عشان تعمل عملية انضاج للايه لسطح الايه الدهان مكوناتها ايه زي ما انتم شفتوا ما انتم شفتوا مكوناتها كلها بعينكم يعني مصنوعة من المعدن مزودة بشفطات لسحب الابخرة المتطيرة مزودة بفلترات واجهزة لتكسيف الابخرة المتطيرة المصحوبة بالشفطات طبعا فيها السيور ناقلة للمشغولة تتحرك ميكانيكيا عن طريق تروس وجيلة بتتصل بقوة محركة بعضها مزود باجهزة كهرودوئية تفتح اجهزة الرش عند قطع مجالها يعني اما الحتة تخش كده تقطع المجال اجهزة الرش تشتغل يتم ضبط الفترة زمنية للدخول والخروج ضوئية آليا طبعا في بعضها مزود بتكييف حراري زي ما احنا شفنا كده انه هو طلع من الكابينة بعد ما تراش دخل على تكييف حراري عشان القطعة ايه تجف طريقة تشغيلها بنشغل مروحة الشفط الاول ومعاها جهاز التكسيف بيتم ضبط درجة الحرارة المطلوبة وبعد الانتهاء من تجهيز اسطح المجغولة المردهانها توضع على السير ويبتدل عامل بتشغيل اجهزة الرش والخلاكة ضوئية عن طريق تحكم كنترول تحكم آلي بيتم تشغيل السيور اللي احنا شفناها عن طريق مفتاح كهربائي فبتتحرك كده شايلة المجغولة لداخل الكابينة زي الفرن بتاع العيش اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو السير لما بتقطع المجغولة زي ما قلنا المجال الكهروضوقي المسدسات بتتفتح من تلقاء نفسها فاتغطي المجغولة بالدهان وبعد الرش وبعد ما تنتهي المدة المحددة ليه بتخرج المجغولة على السير وبتكتمل الدورة الكهروضوقية فتتقفل المسدسات لوحدها وتخرج المجغولة آليا لمنطقة التجفيف مميزاتها ايه بقى كابنت الرش الآلي المسطحات من الجنب الاقتصادي توفر الوقت والجهد معظم التشغيل بتاعها تشغيل آلي على وجود العامل اللي بيحط المجغولة وبيصحبها بعد الرش بيها كل مميزات الكباين السابقة اضافة لإيه انها متفردة بنوعية المجغولات اللي بتقوم برشها والكباين التاني ما ينفعش ترش فيها اللي هي المسطحات عيوبها ايه بقى فيه عيب اجتماعي خطير لكل اللي هي الأجهزة الآلية اللي بتقوم على الميكانة انها بتقلل من استخدام العامل البشري وده بيؤدي الى زيادة البطالة برضو من عيوب كبينت الرش القالي لمسطحات ان العامل العادي ما يقدرش انه يقوم باجراء اعمال الصيانة لان الصيانة تاعتها محتاجة لفنيين متخصصين عندي بقى كبينت الرش القالي للمصنوعات الخشبية الصغيرة كبينت الرش القالي للمصنوعات الخشبية الصغيرة للأسف انا ادورت على فيديو ملا اعرفش هلاقي فيديو ليها لكن هنشرحها بالرسم الموضح بتاعها مكوناتها طبعا كبيرة الحجم شكلها الصواني عارفين كده يعني علبة السمنة الصوانية دي علبة السمنة مدوارة دي حاجة كده شكلها بس على كبير تصنع من المعدن وتدرقليا القاعدة بتاعتها قاعدة دوارة بتلف حوالين نفسيها بتلف دورة كاملة 360 درجة وبتوقف كل 20 درجة لوقت محسوب القاعدة نفسها اللي بتلف دي متقسمة لـ 18 قطعة بتدور مع القرس الكبير وبتوقف كل 20 درجة لمدة تتزامن بدايرة إلكترونية مع مستدسات الرش مستدسات الرش بتاعتها متصلة بخزان الدهان وكباس الهوى وبيتم ضبط المناسيب بتاعتها تبقى لارتفاع المشغولة يعني مستدسات الرش بتطلع وتنزل يعني مش ثابتة مشغولة عالية بعلي المسدس مشغولة منخفضة بنزل المسدس على حاجة كده زي القضيب يعني الرشاشات برضو شغالة بخليها كهر ضوئية بتتشتغل متزامنة مع حركة الأرثة الصغيرة اللي احنا بدت هنا وفيه مواحد شفط كبيرة وفلاتر لشفط الأبخرة ويعني بقى أيضا مزود بأجهزة لتكسيف الأبخرة وبعضها وتحولها لسائل مرة تانية وبرضو يعني أغلامها مزود بتكييف حراري ده الشكل بتاعها شكلها ده اللي هو المسقط الرأسي من الأمان والمسقط الأفقي من أعلى يبين لك إنها أسطوانية الشكل متقسمة زي ما احنا شايفين كده لو عدنا دول هللاقيهم تسعة وتسعة النحية التانية يعني تمنتاشر جزء الزاوية دي عشرين درجة اللقراص دي اللي موجودة فيها دي بتلف حوالي نفسها فكل ومسدسات الرش في الأربع أماكن دول الجزء ده فيه مسدس رش والجزء ده فيه مسدس رش والجزء ده والجزء ده لما بتلف هنا ربع لفة يعني هشاربوا سباعي كده معلش لما دول يتحركوا كده ويبقوا هنا في الجزء ده بتبقى الدهنة مرة واحدة الدهنة ايه مرة واحدة خاصية اللي موجودة فيه القرصة اللي بتلف حوالي نفسها ان هم ايه هنا اترش الجنب ده لما جات هنا لفت حوالي نفسها فاترش الجنب التاني لما اتحركت لهنا اترش الجنب التالت لما قفلت الدايرة 360 درجة اترش الجنب الرابع فدايرة واحدة لفة واحدة يعني الحتة تبدأ من هنا انتهت تاني هنا يبقى ترشت من كفة الجوانب كل النواحة ترشت من كفة من كل الجوانب ايه بتاعتها تمام دي كبنت الرش الالي للمصنوعات الخشبية الصغيرة زي التربزات الخشب زي الحاجات الخشب الصغيرة كده وبرضو تنفع على فكرة للمصنوعات اللي هي لو هنرش حاجة مثلا يعني فخار مثلا او طيب طريق تشغيلها ايه المجغولات بتضع على القرص المتحركة بعد تجهزها عددها 18 مجغولة تبقى لعدد القرص اللي هي محطوطة عليها لان القرص دي بتلف حوالي نفسها برضو بيتم تشغيل الكبينة فتدوق عائدة الكبينة بمقدار 20 درجة في نفس الوقت بتدور القرص الحاملة للمجغولة 20 درجة تتفتح الرشاشات آليا تدهن الجزء اللي قدامها اللي هو لم يسبق له أن تم دهانه بتتكرر العملية دي 18 مرة فكل مرة بيتم رش جزء من المجغولة وبهذا يكتمل رش المجغولة من جميع الجهات وتخرج المجغولة بصورة آلية لمنطقة التجفيف نيجي بقى لكبين الرش الآلي ذات الخطاف ثلاث أنواع هما ثلاث أنواع عندي كبينة رش آلي ذات خطاف سابتة وعندي كبينة رش آلي ذات خطاف متحركة وعندي كبينة رش آلي ذات خطاف لرش المواقع بالنظام الألكتروستاتيكي تعالوا نعرف كده إيه هي كبين الرش الآلي ذات الخطاف كبين الرش الآلي ذات الخطاف هي عبارة عن كبينة رش بيبقى فيها هوك خطاف من فوق كده متعلق في الكبينة من فوق الهوك ده بعلق عليه المشغولة بعلق عليه المشغولة اللي أنا هرشها في كبينة الخطاف سابت ما بيتحركش وأنا أرش حوالين الخطاف سواء كان برش بعامل أو برش آليا بداخل الكبينة بمسدسات آلية في كبينة زي مثلا اللي موجودة في مصانع السيارات بتبقى السيارات متعلقة على الخططيف أو التلاجات أو الغسلات وماشية زي التلفريك كده عارفين التلفريك؟ اللي هو بيطلع الجبل ده عبارة عن كبينة متعلقة على سير السير ده في الأرض وبيتشد يطلع للجبل فوق الناس تقعد بقى تاخد الفترة بتاعتها ومعين تمزل هي نفس الطريقة كده بتتعلق المجغولة على السير ده وبتمشي وهي بتمشي بتترش وفيه كبينة بترش المواقع أغلب الرش الإلكتروستاتيكي يعني غالبا بيرش بودرة البودرة دي بتتعمل بطريقة كهربائية شرحناها في الدرس السابق بتاع الرش الإلكتروستاتيكي وهذه البودرة يعني بعد كده بعد ما بتطلع من المكان لازم تخش فرن عشان الفرن ده يعمل عملية انصهار لطبقة الديهان ويعملها عملية تماسك بسطح المجغول طيب تعالوا نشوف بقى شكل الكبينة ايه شكل الكبينة زي ما احنا شايفين كده دي كبينة رش قالي زي خطاف ودي كبينة رش الإلكتروستاتيكي هي مسدساتها هي بينها في الجنبه هنشوف لها فيديو عشان تبقى أوضح معانا شوي في عندي كبينة الرش الآلي ذات الخطاف دي السابتة جميع المكونات بتاعتها سابتة عبارة عن جسم معدني على شكل متوازي مستطيلات مفتوح من الجهتين بيها يعني سلك أرضي كابل أرضي عشان يفرق الشحنات الكهربية الزايدة بوضع قضيب معدني قضيب معدني من النحاس كده بيسموه مش عارف حربة إرس أو حاجة زي كده وبيحطوها في الأرض بيتم توصيل شريط معدني من الكبينة بيتحرك فيه آليا مجموعة من الخطاطيف الكبين اللي هي الآلية آلية كاملة ما بتدخلش فيها العامل فيها فتحات من الجناب بتطلع منها مسدسات الرش وتسمح تلك الفتحات بتحرك الرشاشات لأعلى وأسفل وعددها من 6 ل 8 رشاشات في كل جنب من جوانب المشغولة نيجي كده نبص على المشغولة آه هي آه هي متعلقة هي بخططيف متعلقة بخططيف دي اللي هي بعد المشغولة ما بتطلع بتروح الفرن للإنضاج شايفينه هو المشغولات هي كلها شوف نحن صورة لدي متعلقة في خطاف وبتخش نسيب راجل الطيف ده كده ونجري على الحتة اللي احنا عايزينها بيرش المشغولات بتاعته بيعلقها على الهوك أو الخطيف ويبتدي إنه هو ينضفها الأول أي حاجة وبعدين يجهز كل اللي هو هيرشه وبعد ما رشه يدخلوا داخل هنا بقى ايه هنا ما فيش تكيف حراري هنا بيزقها بيدخلها ايه فرن بيدخلها فرن شوفوا الباب عامل ازاي عشان يعزل الحرارة هيقف الباب الفرن شوف بقى درجة الحرارة اللي هو عايز يزبطها عليها تسعين درجة مئة وخمسين درجة مئتين درجة زي ما هو عايز طريقة تسجيل كابينة الرش الأل ذات الخطاف بنحضر المشغولة وانطهرها وتتحرك على سير متجهة لكابينة ولما تمر قدام فوهات الرش بتفتح فوهات الرش آليا وتطلع البودرة من الفوهة بفعل ضغط الهوى على شكل سحابة تتعلق بالمشغولة بفعل تجازب الشحنات من جميع الجهات ده زي اللي احنا خدناه كده في الرش الألالكتروستاتيكي يعني لو رجعنا للفيديو بتاع الحلقة في الرش الألالكتروستاتيكي هي دي الكبينة البودرة الزي ده بينظفها ياما بيسحبها بشفاط أو بيدفعها بالهوى كده بلاور للأرضية وبيتم سحبها لتسقط على الأرضية الكبينة بفعل الجاذبية وبعد كده يهزوها في مهزة عشان لو فيها أي يعني شوائب ويعاد استخدامها أو يعادة يعني ايه تشغيلها مرة تانية بس طبعا ما بيعيش تشغيلها لابد ان هو يخلطها ببودرة جديدة دي مهمة قوية بصوا بقى هنا الكبينة هي كانت موجودة فيه الدرس السابق في الرش الألالكتروستاتيكي دي الكبينة بتاعته وهو الرجل بينظف الكبينة اهو اهو حاجة زي البلاور اهو بيطير الايه فيه بيوشفط وفيه بيطير الايه البودر بتاعه عندي كبينة الرش الآلي ذات الخطاف المتحرك تستخدم لرش قطاعات الألمونيوم اللي بيوصل طول القطاع الواحد لاثناشر متر وبيتم استخدام اه الكبينة دي لرش المشغولات في الحالة اللي بتحتاج لطول كبينة طولها 24 متر طبعا دي كبينة مكلفة ومش اقتصادية اه ولكن بتحتاج طبعا المصانع اللي فيها انتاج كمي انها تستخدم هذه اه الكبين هنا لو بصنا كده اه دي كبينة الرش اللي هي الآلي ذات الخططيف اللي هي المتحركة بصوا اول ما دخلت بدأت مسدسات اه تشتغل اه بطريقة آلية بترش المشغولة بطريقة آلية تقعد المشغولة بصوا شايفين بتتحرك ببطء او الخططيف اللي متعلق عليها القطع بتحرك فيه بقى اجزاء تانية بصوا دخل اهو عامل اهو عشان فيه بعض الاجزاء مثلا اللي ممكن تكون هو العامل بيرائب يعني ما تلهاش البودر بيخش البودر يرشها بنفسه وديشغلها باسلوب رش الكتروستاتيكي الكتروستاتيكي مكونات كبنت الرش ذات الخطاف المتحركة تشترك مع كبنت الرش الآلي ام خطاف سابت في المكونات العامة وفي وهات الرش وخرطيم ساحب البودرة الزايدة والمهزة وخزانات البودرة والبودرة بتلتسق بجسم المشغولة ازاي بسبب تجازه بالشحنات والحاجات اللي هي القبلة للسلخ الكبينة مفتوحة من اعلى تحرك على قطبان سابتة بالارضية بقى دي كبينة بقى ايه هنشوفها دلوقت يعني خزان البودرة مسبت بالكبينة ملحق بيها وحدة تحكم خارجية وقاطع كهرابي يفصل الكهرباء عن نظام في حالة حدوث اي خطأ في النظام طريقة تشغيلها بنحضر المشغولة ونطهرها وبنعلق المشغولة على الوحدة الخاصة بالتعليق زي ما شفنا كده او برعا عند العين متحركين بالاتجاه الرأسي صعودا وهبوطا تشبه في الحركة بتاعتها باب المحلات ومسبت بكل دل عدد من الخططيف ليتم تعليق المشغولة على الخططيف المتقبلة على الاضلاع زي ما شفنا في الفيديو توضع الكبينة في وضع الاستعداد بداية المشوار بتاعها يعني اللي احنا بنحط فيه المشغولة في الاول وبعدين بنزل المشغولة من وحدة التعليق وتتحرك على القضيب وترش بنفس نظرية الرش في الكبينة السابتة عندي كبينة الرش الآلي ذات الخطاف لرش المواقع بالنظام الالكتروستديقي المواقع يعني الحاجات السائلية جسم استواني يوصنع من المعدن عمود ساقط من مركز الاستوانة على شكل قرس دوار تقوم برش المائع الذي يحمل الشحنة السالبة على شكل الرزاز المشغولة التي تحمل الشحنة المجابة قرس معدني علوي يلف حواليه نفسه تشبه كده كابينة الرش بتاعة المشغولات الخشبية وخططيف بيتعلق عليها المشغولات هنشوف فيديو بقى لكابينة رش قالي لرش المواقع بس مش استواني طبعا ما فيش رابط ما بين الكابينة والقضيب طبعا فيها قاطع كهربي بيفصل الكهرباء زيادة على النظام وخزان للدهان تعالوا نشوف اللي هي بقى الرش المواقع في كبين الرش طبعا دي دي الأحواض بتاعة الفسفتة يا أولاد اللي هو العربية بتنزل أحواض الفسفتة اللي هو حوض يعني هتتشرح بإذن الله في مادة العمليات أو ممكن تكون تشرحة في مادة العمليات ده حوض الفسفتة نيجي بقى نخش العربية بتخش على هنا دخلت على قضيب زي قضيب القطر ده نوع آخر من الكباي في حاجة ماشية على سير وفي حاجة ماشية على قضيب زي ما احنا شايفين وفي حاجة متعلقة بخطاف ثابت وحاجة متعلقة متعلقة بخطاف متحرك طبعا طريقة التشغيل ان احنا بنطهر المشغولة قبل الرش بالكبينة وبنعلقها على الخطاف داخل الكبينة وبنضبط لوحة التحكم بنشغل مدخة وعند بدء التشغيل بيدور قرس الخطافات حامل المشغولة في اللي هي الدائرية بقى ويخرج الرزاز بتاع الدهان وتطلع المشغولة من الكبينة متجهة الى فرن الانضاج مميزات كبين الرش ذات الخطاف ايه السرعة في الاداء وتوفير الجهد للتشتيب الجيد للدهان على المشغولة الكبينة صديقة للبيئة هاش تلوس بسبب ان الخمأ اما بودرة خالية من الموذبات او مواقع مش بتطير يعني بفعل تجاذب الشحنات وبتدي انتاج كمي رائع تقنية دي بتوفر لي او بتأكد ان 80% من الدهان رايح مباشر فعلا ناحية الهدف بتاعه اللي هي المشغولة وبيوفر لي كتير يعني تكوين الانشاء الكبينة بيضمن عوامل الامن المرتفعة عيوبها انها غالية وتحتاج الى عمالة فنية ماهرة دي كده يعني مجموعة التمارين على الدرس ممكن يعني نحلها كده مع يعني حلوها مع نفسيكم كده ايه هي اهم الفروق الفردية بين كبينة الرش الآلي ذات الخطاف السبتة وكبينة الرش الآلي ذات الخطاف المتحركة سؤال تاني بيقولك كبين الرش الآلي ذات الخطاف هي التي تصلح للنظام الرش الالكترو استاتيكي اشرح هذه العبارة موضحة مميزات كبين الرش يعني دي مجموعة تمارين كده نقدر ان احنا واحنا قاعدين في البيت نحل لها ونحاول ان احنا حتى نحول العنوين بتاعة الدرس لتمارين بامر اللي هتعال يعني لحد كده احنا وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا خدنا النهاردة كبين الرش العادية خدنا كبين الرش ذات الفلترات المصة خدنا كبين الرش ذات الفلترات المصة والتكيف الحراري خدنا ايضا كبين الرش المشغولات الخشبية الصغيرة اللي هي كبينة الرش الاسطوانية الدوارة اللي بتلف بتلف حوالين نفسها خدنا كبين الرش للمسطحات الخشبية او للمسطحات عموما اللي بترش الابواب والشبابيك والحاجات اللي هي المسطحة خدنا ايضا كبين الرش ذات الخطاف خدنا انواعها كلها خدنا كابينة الرشة ذات الخطاف اللي هي الخطاف السابت والخطاف المتحرك وكابينة الرشة ذات الخطاف للمواقع خدنا نوع منها وشفنا مجموعة من الفيديوهات اللي هي بتشرح أو بتصف طريقة العمل بتاعت هذه الكباين لابد أن احنا نعرف أن العلم كل يوم بيتقدم بشكل كبير كابينة الرشة اللي كانت زمان لو عملنا كابينة الرشة عادية عشان الرشة فيها مشغولة عادية كانت بتصنع من الصاج وتبقى مكلفة جدا دلوقتي كابينة الرشة العادية ممكن أن احنا نعملها بخيمة من البلاستيك عبارة عن قطبان معدنية قطبان بلاستيكية وبحط عليها خيمة من البلاستيك حاجة كده عاملة زي الصوبة وفيها مكان مجهز لشفاط وأقدر أننا أرش داخلها يعني العلم يعني كل يوم بيتقدم في المجال ده لحد هنا حلقتنا انتهت بإذن الله الفترة اللي جاية هنبتدي بقى بباب تاني غير الباب بتاع الرش وإلى لقاء آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته